أكد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن الوضع الراهن أكثر ملاءمة بكثير لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سوريا مشيرا إلى أن العمل جار على تحضير جولة محادثات في جينيذ في العشرين من الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة أكد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن التنسيق مع الجيش السوري في مكافحة الإرهاب أمر هام مضيفا أن وجود عدد كبير من الأطراف الخارجية في سوريا يتطلب تنسيقا دقيقا لخطواتها في مجال مكافحة الإرهاب فيما بينها وقبل كل شيء مع دمشق تصريحات لافروف جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المنغول بموسكو حيث أشار إلى أن القضاء على الإرهاب هو الهدف الرئيسي لكافة القوى الخارجية العاملة في سوريا لافتا إلى أن روسيا أرسلت قواتها الجوية إلى سوريا على هذا الأساس تحديدا وحول اجتماع أستانا المزمع عقده في الخامس عشر والسادس عشر الجاري قال الوزير الروسي أن المحادثات المرتقبة ستتم في الإطار ذاته وستضم ممثلين عن القواء الموجودة على الأرض في سوريا والدول الضامنة لاتفاق الهدن روسيا وتركيا وإيران وكذلك المبعوث الأمم استيفان ديمستورا بالإضافة إلى ممثل عن الوليات المتحدة ميدانيا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الحكومية السورية تواصل تقدمها نحو مدينة تدمر التاريخية وباتت على مسافة قلة عن 20 كم من المدينة الخاضعة لسيطر التنظيم داعش فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا يبين مدى الضمار الذي لحق بمدينة تدمر الأثرية على أيدي الإرهابيين وحذرت من سعي تنظيم داعش لارتكاب مزيد من الجرائم بحق التراث السوري إلى ذلك استهدف الجيش السوري آليات تابعة لجبهة النصر على طريق بصر الحرير نحت في ريف درع الشمالي الشرقي موسيقى